اشتركوا في القناة ويدي اتصال قبلها بكم من يوم وكان الاتصال من معالي محمد الكرقاوي كنت قبلها داوم في مكتبة وقال لي يا عمر هل انت قمت بالحجوزات؟ قلت لي قمت بالحجوزات فقال لي أريدك تكنسل حجز الملشة وما أعطاني أي سبب ولا أعطاني أي تفسير لسبب هذا قلت لي ان شاء الله بسعيد بس شو الشيء اللي تبوي توصل على قال لي بتعرف انت تريع الموضوع بخبرك مرت الأيام وعد قام ضغط النفسييني وقمت خاف من الموضوع انه الحين يتريون لها يعني يتريون اليوم هذا وانا مكنسل كل شيء قبلها بيومين اتطلبي بسعيد قال لي عمر نح لدينا تجربة وان شاء الله انها تشتغل وفي مخاطر انه يمكن الموضوع هذا ما يمشي ولا يكون في عنا ثغرة تقنية بالموضوع فاذا مش الموضوع بتكون تأول شخص في العالم يشهد الشيخ محمد على ملشته وسبحان الله تيسرت الأمور بشكل ما تصورتها وحزت الحزة شفت ان المستقبل مستقبل أفضل لان في ناس كان يتكلمون عن الآلية اللي الواحد يوثق فيها زواجه وكم من الوقت ياخذ الموضوع هذا نحن في لحظات خلص الموضوع لنا فالحمد لله يعني شفنا المستقبل وعشناه وتزوجنا في المستقبل حمد لله معاليك تحمل شهادة في إدارة العمال وأيضاً بدأت عملك في القطاع المصرفي كيف انتقلت إلى ملف الذكاء الصناعي في حكومة الإمارات أول شهادة أحملها ويكون موجودة في سيرتي الذاتية ولكني أتشرف أني أحملها أني أنا خريج من درستة محمد راشد وعملت في بيئة العمل اللي خلقها صاحب السمود علمت الكثير أكثر من اللي تعلمت في الجامعة وتعلمت في الحياة ولكن هناك يمكن بعض الأشياء اللي مريت فيها في حياتي موجودة في سيرتي الذاتية وأتكلم عنها بشكل مختصر كان عندي شغف فيما يخص الأموال إدارة الأموال بشكل كبير كيف الواحد يعمل على خلنا نقول تجميع المال وبعد صرف المال واستثماره وإلى آخر فيما كنت في الجامعة كلمت الوالد الله يحفظه قلت لأبويا أبغي أشتغل فقال لي أنا فضل أنك تشتغل أو تدرس ما تقوم بين الاثنين مع بعض قلت لأ أنا فضل أني أجرب بالعمل حتى أعرف بعد التخرج كيف يكون الوضع وشو الأشياء اللي بمر فيها فقال لي دامك تبغي تسوي هذا الشيء وانت باختيار قمت به بحطك في أصعب مكان يمكن الواحد يداوم فيه يوم يكون طالب فقدم لي في مكان اسمه Retail Credit Center في مجموعة الإمارات الوطني أول ما حصل الاندماج ولكن كان الاندماج يحصل يوم داومت في البنك هذا القسم كان قسم ما في ولا مواطن ولكني تعلمت الكثير الكثير في حياتي وتعلمت كيف تدار الأموال كيف تنعطى القروض كيف الاقتصاد يمشي في البلاد وكيف الأمور المالية تعمل أيضا ما عليك لحظة تكليفك بملف الذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات كيف تستذكرها اليوم كانت أجمل لحظة في حياتي وأكثر يمكن لحظة حسيت برعب في حياتي كنت خايف بس قبلها أصلا الموضوع كله بدأ طريقة غريبة كنت في شهر العسل أنا كل شيء سبحان الله كان متعلق بزواجي يعني ما يخص التكليف الوزارة وإلى آخر كنت في شهر العسل وكانت كانت 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 عمار يبعث لنا المحدث السيرة الذاتية وما كنت عارف ما السببب فبعثت السيرة الذاتية وكنت متحمس بس نفس الوقت أريد أعرف ما أمسك وانا هم شي عندي كان في حياتي شي مريت فيه قبل كنت مرة في يوم الأيام معاني محمد القرقاوي وكان يسأل ما تريد أن تصل لحياتك هذا أول ما دومت فقلت لأ بسعيد أريد أغنى ريال في العالم أذكر ها كان جوابي فشافني قال إن شاء الله توصل لها شي بس قال لي لا تسعى وراء المال قال المال مهم بس أسعى وراء شي أكبر قلت لأ إن شاء الله شوه الشيء للواحد يجب أن يسعى له قال اسعى أنك تترك بصمة في بلادك وتترك بصمة في حياة الناس لأن هذه البصمة تسوى ملايين ملايين لو حطيتم مع بعض هذا الشيء خلاني أحس أن كل مسئولية يعطاني إياها هي مسئولية خوف لأن لازم أرد أعطي وفي نفس الوقت حماس عندي صدق أروم أغير حياة الناس فأفضل شعور كان عندي كان شعور بالرهبة أني وصلت لهذا الشيء وذكر يوم تم الإعلان شافتني زوجتي قالت لي مبروك قلت لي مبروك لكن حس أنني لا يوجد وقت لأنني يجب أن نقوم بالكثير وليس يجب أن نستعين فالله يقدرني إن شاء الله وإن شاء الله أكون الشخص المناسب في المكان المناسب ماذا تغير بعد تعينك كوزير المسؤولية أحس وكانت عندي يعني كان عندي أحس بالمسؤولية قبر بس أحس بمسؤولية تجاه بلادي بشكل ما أحس بكبر وليوم أحس أني أنا أمثل بلادي بشكل أكبر عن قبر لأن كل مكان أصير له لازم أكون بأحسن صورة كل تعامل مع الناس لازم يكون أحسن تعامل لأن اليوم أنا كمواطف دولة المارات فقط أنا مثل حكومة دولة المارات أمثل قادة دولة المارات فإذا لم أكن أفضل شخص في هذه صورة والتمثيل هذا سأخذ الناس الذين يضعوني في هذا المنصب عمر العلماء أو أبو محمد ممكن تكلمنا أكثر عن محمد وعن تجربة الأبوة نفسها والله هذا أصعب سؤال مقابلة أنا جدا متلوم في محمد أحاول أن أكون الأب المثالي وفي أكثر الأوقات للأسف أحسني مقصر ويأف ولكن ما تعلمت أن أجمل شعور في الدنيا هو شعور أن يصبح أب أو الحرمة ستوي أم وأجمل شعور أن يشوف الشخص هذا ينمو ويأخذ الطباع منه ويكون أفضل منه سؤال الأخير هل أنت مستعد للخدمة الوطنية أنا مستعد وبالعكس أحس أن أجمل شعور في الدنيا وأقول لك لأن أشوف في حياتي الله سبحانه وتعالى أن نعم علي الكثير وهذه الدولة أعطتني الكثير الكثير ولو أتم أخدم قول حياتي وأعطي قول حياتي والله لما أردها ولا وفيها واحد بالمئة أتشرف أني اليوم صناعة التاريخ بفضل قيادتنا الرشيدة اللي آمنت في حطوني أول وزير للذكاء الأطناعي في العالم وليس في دولة المارات في العالم بأكمله فهذا شرف وسام عصدري اليوم أحمله وهذا بفضل القيادة الرشيدة بدخل الخدمة الوطنية إن شاء الله وسام ثاني بكون أول وزير في تاريخ دولة الإمارات يتخل الخدمة وطنية هذا إنجاز أنا أفتخر فيه لا أشوف أنه يخوف ولا شيء أن الواحد يكون متشائم منه أني أكون في الميدان وأخدم بلادي هذا يعني ما أروم أطلب شيء ثاني في حياتي يعني أكبر شرف للشخص أنه يقوم بهذا معالي عمر العلمة نشكرك على تواجدك معنا اليوم في السدي 71 شرفتنا الله شكرا شكرا